هذه هي مديرية حريب لقد أصبحت تات سيدرة أبطال ألوية العمالقة بترحاب كبير استقبل أهالي حريب أبطال ألوية العمالقة لدى تطهيرهم أولى المديريات الواقعة جنوب مأرب بعدما عافت ميليشيا الحوثي فيها فسادا خلال أقل من ثلاثة أشهر وأحالت حياة أبنائها إلى ظلام حالك السواد قبل أن تنفرج الكربة بالخلاص من جماعة الموت ومشروعها السلالي البغيض أنكم أخرجتونا من ظلم إلى نور لأننا مقطوع علينا كهرب وغاز وكل شيء والله نورت وحريب وإحنا نستني لكم من يوم دخل الحوثي وإحنا نقول بإفرج الله علينا وتثمينا للمواقف الشجاعة لألوية العمالقة تعهدت قبائل مراد كبرى قبائل مأرب بالقتال معها جنبا إلى جنب وبقية القوى الوطنية المخلصة لتحرير بقية المديريات الواقعة جنوب محافظة مأرب والتي ينتمي أبناؤها لقبيلة مراد فبالإضافة إلى تواجدهم بكثرة في مديرية حريب تغطي القبيلة العريقة مديريات رحبا والجوبا وجبل مراد وماهلية في حين تسكن قبيلة بني عبد مديرية العبدية مراقبون يؤكدون أن إعلان قبائل مراد القتال بجانب ألوية العمالقة مثل صفعة مدوية للحوثيين وسيؤدي إلى انهيار صفوفهم القتالية بشكل متسارع في عموم مديريات جنوب مأرب نتيجة غياب الحاضنة الشعبية والقبلية وأما ما روج له الإعلام الحوثي عن توافد قبائل مراد إلى صنعه في نوفمبر الماضي كان دعاية كاذبة كون مراد من أكبر القبائل اليمنية المناهضة تاريخيا للميليشيات الحوثية بيان قبائل مراد أكدوا وقوف رجال القبائل في خندق واحد مع كل القوى الوطنية لتحرير مديريات قبائل مراد والعبدية وقانية وكل مديريات محافظات مأرب والبيضاء والجوف وباقي محافظات اليمن التي أعاثت فيها الميليشيا المدعومة من إيران الفساد وأن أرواح ثلاثة آلاف من خيرة رجال مراد التي بذلت في مقارعة ميليشيا الحوثي لن تذهبها درا وسوف ترفض الجبهات بالمزيد من الرجال والمال كي تنعم القبائل اليمنية بالأمن والأمان وحتى لا تصبح القبيلة اليمنية مجرد وقود لتسعير جبهات الحوثي خدمة للوكيل الإيراني وتهديد الأمن القومي العربي وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر